بالأمس الناس تابعت وشهدت مقطع متداول لوالي ولاية شمال دارفور نيبر محمد عبد الرحمن وهو يتحدث في سوق الفاشر حاضرة الولاية مع أحد أفراد الشرطة أو في مغر من مغرات الشرطة أمام جنود لقوات الشرطة سوق الفاشر شهد حالات من حالات النهب والسلب والفوضى ودبت تأكيد تقصير من السلطات بشكلها الكامل جزء منها الشرطة والسلطة السياسية والأجهزة الأمنية بشكل كامل أن تقوم في فوضى أو تقوم في حالات بتاعة النهب والسلب وكذا دي أكيد مرفوضة الوالي هو بطبيعة الحال هو رئيس اللجنة الأمنية وهو المزؤول الأول سياسيا وأمنيا وإداريا من الولاية وبالتالي بيقع على عبء معالجة الإشكالات الأمنية كجزء من الإشكالات العامة في الولاية الوالي بالأمس زار سوق الفاشر بشكل مفاجئ وتفقد الحال وبعد الأحداث التي شهدت كثير من الفوضى والنهب والسلب وذهب إلى مغر الشرطة الموجودة وتحدث معها بطريقة يعني الناس ما استحسنتها ليه لأنه أنت يعني الشرطة دي ما في النهاية هي مؤسسة هي المؤسسة التي تقف على حماية أمن الناس وامتلكاتهم وأموالهم وهي مؤسسة محترمة ومؤسسة يجب أن تجد الإحترام عشان تقدر تأدي دورة المنوط بيها فإنت كوالي يفترض أنك لتتعامل مع المؤسسات دي في الأطور الرسمية يعني ما ممكن أنت ماشي معك كاميرات واقف ويعني بتهاجم في أفراد شرطة وبتتفعل فيهم بهذا الشكل أمام الناس ومصور بالكاميرات وإنت شايف الكاميرات قدامك المزألة دي رسالة رسالة سالبة ورسالة سيئة جدا جدا في حق الشرطة وفي حق الوالي من حق الوالي أنه يغضب لما يحدث في السوق ويحاسب لكن بيحاسب منه بيحاسب مدير الشرطة بيتحاسب مع وزير الداخلية بيتحاسب مع المسؤول الكبير بشي يقعد معه في مكتبه ويحل الإشكال لكن ما ممكن يكون ماشي بكاميراته ويتكلم مع أفراد بهذا الشكل وبهذا العنف فدي رسالة فيها عدم احترام للشرطة وفيها ربما كسب سياسي غير موفق فحقيقة المشهد كان بينما عن عدم احترام لمؤسسة الشرطة وعدم معرفة ودراية بما يفترض أن يقوم به مسؤول كوالي والشيء الطبيعي أنه يذهب للمسؤول الأكبر ويتناقش معه ويحل الإشكال بعيد عن المواطنين واعيون الكاميرات لأنه ده مبخل للناس تحترم الشرطة فالموقف اللي صدر من الوالي نمر محمد عبد الرحمن موقف خطأ نشاهد المقطع القصير ثم نعط طريقة الحديث وطريقة التعامل مع الشرطة ومع أفراد ما عندهم زمن بهذا الشكل غير مقبولة ويعني عندها دلالات سالبة جدا يفترض أنها يكون في موقف الشرطة يعني الوالي يذهب إلى مدير الشرطة يذهب إلى وزير الداخلية ثم يعني يحل الإشكال معهم بما يراه لكن يعني الطريقة والوضع والمكان والاسلوب غير مقبول المسألة دي هي إفرازات وإفرازات كبيرة جدا لحالة من حالات الأسيول الأمنية والهشاشة السياسية والوضع العام في البلد إفرازات كبيرة جدا ومتنوعة ومختلفة كمان حادثة مغاربة يعني حادثة الوالي نمر في شمال دارفور دي حادثة حادثة أخرى أيضا مع الشرطة وجهاز الشرطة في ولاية غرب دارفور في جنينة هو مسلحة طبعا الوالي نمر محمد عبد الرحمن هو والي جاء للولاية عبر اتفاق جوبة وتوقيع السلام من الجبهة السورية أو بين الجبهة السورية والحكومة الموقف الثاني هو تتبع لإحدى الحركات المسلحة وهو التحالف السوداني بمدينة الجنينة تختطف مدير شرطة مكافحة التهريب وتحتجزه بمقر الحركة الموقفين ديال من طرفين موقعين على السلام مع طرف واحد أو طرف واحد هو بمثل الشرطة الإشارات دي كلها إشارات أنا أفتكر أنه مهمة للتعامل مع الشأن الداخلي شأن الدولة يعني دي أحداث متقاربة قوة بتاعت حركات مسلحة قاعدة داخل المدن وداخل حواضر المدن وهي لم توفق أوضاعها بعد وبتختطف وتحتجز يعني تحتجز مدير أو تحتجز مسؤول كبير في الشرطة فدي إشارة خطيرة طيب اختطفت قوة مسلحة تتبع لأحد لأحد حركات الكفاح المسلح وهي حركة التحالف السوداني بمدينة الجنينة مدير شرطة مكافحة التهريب وحجزه في مغر الحركة بالولاية وغالت مصادر لدارفور 24 أن مدير شرطة مكافحة التهريب العقيد جحفر فضل المولى ومعه قوة من الأجهزة الأمنية بلأت الأربعاء في تنفيذ حملة للقبض على السيارات غير المغننة التي تسير في طرقات مدينة الجنينة وأطاف في إطار تنفيذ الحملة حدثت مشادات كلامية بين أحد الغاد العسكريين لحركة التحالف السوداني التي يغودها والي قرب دارفور خميس أب بكر وغايد قوات مكافحة التهريب تطورت إلى اشتباك بالأيدي تم على إسره خطف مدير مكافحة التهريب بالولاية وحجزه في مغر قوات التحالف لنحو ساعة ونصف قبل أن يتم إطلاق سراحي وفي الأثناء وصل مدير شرطة ولاية غرب دارفور اللواء سيد أحمد سليمان بينما غطع والي غرب دارفور خميس أب بكر برنامج عمله وانخرط في اجتماع للجنة الأمن في مغر رأسة شرطة الولاية وأدى الحادث إلى ارتفاع وطيرة الاحتقان بين القوات النظامية وغوات حركات الكفاح المسلحة التي تنتشر بكسافة في مدينة الجنينة وغال مدير شرطة غرب دارفور اللواء سيد أحمد سليمان في تصريحات عقب اجتماع لجنة أمن الولاية أن الاجتماع غرق إخراج حركات الكفاح المسلح من مدينة الجنينة ومواصلة حملة مكافحة الظواهر السالبة ومنع السيارات غير المغننة بل إضافة إلى المضي قدما في الإجراءات الغانونية ضد الغوة التي احتدت على مدير مكافحة التهريب والذين تم فتح بلاق في مواجهته طيب الحدث ده زي الحدث الأول وأخطر من الحدث الأول إنه في حملة لمكافحة عربات البوكو العربات غير المغننة وبيتقوم بيها الدولة ممثلة في الأجهزة الشرطية وشرطة مكافحة التهريب في حركة موقعة لاتفاق السلام وللأسف من يرأسه هو الوالي والي الولاية خميس آدم أب بكر وهو رئيس التحالف السوداني اللي بضوم 14 حركة مسلحة وهي جزء من الجبهة السورية وهو والي ولاية قرب دارفور وديه غواته في الجنينة بتحتغل مدير الشرطة وهي غوات موجودة داخل الولاية بتحتغل مدير مكافحة التهريب وبتحتجزه وتفرج عنه بعد ساعة ونص بعد تدخل الوالي وتدخل الجهات المختلفة الغواتي قاعدة في غرب دارفور ولم يتم تغنين وضعها وتعترض على قيام شرطة التهريب بتغنين العربات والحملة ضد عربات ما تسمى ببوك وحراب الظاهرة هذه ظاهرة خطيرة ومتكررة كل يوم بتتكرر بشكل مختلف مع مؤسسة الشرطة من مؤسسات أو من جهات شفنا يعني كثير من التقاطعات وكثير من الاتحامات التي تحصل بين الشرطة وبين الحركات المسلحة إذا كان في الخرطوم أو في جنينة أو في غيرها شفناه قبل كده في الخرطوم في مغر الاتحاد طلاب السودانيين السابق والصدامة كان مفروض تحصل بين الشرطة وبين القوات كانت مرتقزة في مغر تحت حماية الشرطة في نهاية النتيجة الوصول لها أنه اتفقوا بحسب حديث مدير شرطة غرب الارفور اللواسيد أحمد سليمان فأنه تم الاتماع وغرر إخراج حركات الكفاح المسلح أو الحركات المسلحة من المدينة ومواصلة الحملة ده بعد شنو بعد الحادثات حصلت إذن لو ما تم يعني عمل جديد وعمل بتاع دولة حقيقية والشيء لإفرازات تمت بعد توقيع اتفاق السلام فأنه تعيد للشرطة كينونتها للأجهزة الأمنية كينونتها فينا تقوم بدورها يشوفوا طريقة الترتيبات الأمنية ومعالجتها المزء الذي ستمشي لمناحب تعد فوضى لأنه الحركات المسلحة والحاملية السلاح بيقوا في المدن في العواصم وسط المواطنين وللأسف بلتحموا حتى مع القوات المنظامية وشوفنا النماذج اللي حدثت مع الشرطة